السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير وليلة سعيدة على الجميع يا رب كثير يسأل على الخاص يقول يا أخي أنا يجيني أتجاهل وكذا ويجيني أفكار سلبية بعد متى توقف عني الأفكار السلبية ترى لابد تعرف أنك أنت بشر البشر تأتي الأفكار السلبية دائما يعني ترى ما في أحد ما يوسوس ولا يجي له الشيطان بأفكار وسواسية لكن الفرق بين المريض والإنسان الصحيح أن الصحيح تأتي الأفكار السلبية فتأتي يعني تريد على خاطره ثم يردها ويصرفها أما المصاب لا 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 من يوم تأتي الفكرة مثلا أنه بيموت يبدأ يتخيل القبر وكيف وما يتخيل أنه بيجي له ملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب وكيف أنه بيطيح في الصراط ويدخل الجهنم طيب روح الجنة تفكر أنك إن شاء الله بيجيك ملائكة الرحمة ليش التفكير بالأفكار السلبية هذه اللي وراء بعض هذا هو اللي إحنا ما نبغى وهذا التفكير المتعب والأفكار السلبية المتعبة التي نحذر منها طيب السؤال الآخر يقول طيب كيف أعرف أنا عندي وسواس قاهرية ولا عندي أفكار سلبية عامة عشان أعرف أنا مريض ولا لا إذا كانت الأفكار السلبية تأتي على ذهنك وتستطيع أن تردها تتجاهلها قد تقلقك وتضغط عليك لكنك تستطيع تتجاهلها تعيش حياتك عايدي ترى أنت ما زلت في الجانب الطبيعي اللهم عندك كثافة أفكار وسواسية المشكلة الحقيقية عندنا ونقول أن عندنا وسواس قاهري لما تقهرك الفكرة وتجعلك في عجز وقهر ومن تقادر تخرج من ضغط الفكرة ومتعبتك وتصل في بعض الأحيان إلى الاكتئاب والتوتر والقلق وعدم النوم والبكاء في بعض الأحيان وتتمنى الانتحار وودك أنك تخرج من تقادر تخرج من هذه الفكرة هذا هو الوسواس الكهري لأنه سمي وسواس كهري لأنه يقهرك صار يقهرك على أفكار فيلزمك بأفعال فصارت أفكار وأفعال كهرية هذا الفرق بين الأفكار العادية والأفكار طيب هذا سؤال جميل يقول إذا جثني أفكار سلبية كثيرة ومني عارف أبدأ بإيش على قول الشاعب تكاثرت الكلاب على خراش فما يدري خراش ما يصيده فجثني أفكار كثيرة على إيش أركز أنا دي حين مشتت ومضغوط نقول له ركز إذا جثت لك أفكار سلبية الأصل أنك تتجاهلها هذا رقم واحد إذا جثت لك أفكار سلبية كثيرة وقهرتك فكرة هي الفكرة الأكبر فابدأ بها وحط عينك عليها لأنك إذا قدرت تتجاهل الكبيرة تسأل عليك الأفكار الصغيرة مثلا عندي أفكار أني أنا فاشل إني وإني وإني لكن عندي وسواس الموت هذا قاتلني فركز على وسواس الموت وتجاهل وسواس الموت فإذا تجاهلت وسواس الموت والأفكار السلبية نحو الموت ستتجاهل الأفكار الصغيرة مباشرة وتكون عليك سهلة لأنك ضربت على قولهم في المكان الكبير وانكسر فالأماكن الصغيرة سهل أن تنكسر طيب سؤال جميل تكاثرت علي الأفكار وما استطعتها خلاص خارت قواي وما قدرت أكمل إيش أسوي أنا أسألك إيش تسوي تروح تنسدح في الغرفة وتتعب وتقول بنتحر لا 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 على طول أشغل نفسك عليك بالجمعات شوف لك الشباب هذولاك اللي يحقين على قولهم مزاج وطالعين البر وطلع معاهم البر اضحك أنا عارف بتجيك الأفكار وتتعبك بس برضو روح كونك تطلع البر وتضحك وتتعبون الناس شوية ولا تجلس في البيت مكتوم الوحدك هنا يزيد عليك الضغط ويضرب في اثنين ولهذا نقول اللي ما يستطيع يتجاهل نوصي أن يتشاغل انشغل عن الفكرة ابتداء حتى تهدأ نفسك ويصير عندك تركيز وترد الأفكار اطلع تمشى شوف أصحابك وين هم وطلع معاهم اللعب كرة تمارس الرياضة لا انشغل إذا انشغلت حيخف عليك الضغط نرجع للمرحلة اللي قبلها نشوف إيش الفكرة كبيرة ونتجاهلها وتنكسل الأفكار اللي بعدها بإذن الله طيب استدعلي كلامك جميل ورائع طيب أنا أصلا أطلع مع الشباب وأنا أضحك مع شاب يقول لي انت ستضحك قاعد تمثل هذول المبسوطين انت اللي قاعد تضحك عن أنا فأضيق أضيق وأخرج من عند الشباب هو هنا يبغاك لا تسمع الكلام ولا تخرج أضحك جامل سوي أنك تتسم من جوة تتقطع ما في مشكلة انشغالك هذا يجعل تركيزك على الأفكار ينتقل من من 100% إلى 60% 50% 70% في الأخير نتقعد تخفف على نفسك شوية أضحك مجاملة أضحك وانت ما تبقى تضحك قاعد يقول لك أفكارك انت أصلا بيسير لك ويسير لك ويضيق عليك يقول اللي يقول لا تغادر الجلسة أبدا استمر كما أنت وضحك بالتمثيل مرة تمثيل ومرة من جد وهكذا حتى تتشاغل عن الفكرة ويصبح عندك شويه تركيز هذا التركيز أنت تحتاجه بدون تركيز ما تقدر تتجاهل فاستعم بالله عز وجل ويبقى كما أنت ولا يغلبك الوسواس أبدا استمر ترجمة نانسي قنقر